موعيد امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل بالقليوبية ولكن فضلا وليس امرا عليكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم مننا كل جديد في حينه ويا ريت يا جماعة نعمل لايك الفيديو حتى تعم الفائدة والدالة على الخير كفاعله اشيع في اليومين الماضيين وفي الساعات القليلة الماضية ايضا ان امتحانات محافظة القليوبية لشهر نوفمبر لسنوات النقل سوف تبدأ من يوم الاحد القادم الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر ولكن في هذا الفيديو سوف نوضح لكم الحقيقة اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية اليوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2022 مواعيد امتحانات الابتدائي والاعدادي والسانوي العام لشهر نوفمبر الجاري وذلك من اول شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر ذاته وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسانوي الابتدائي والاول والثاني الاعدادي والاول والثاني السانوي العام شهر نوفمبر 2022 مع تحديد مواعيد امتحانات الشهر للمستوى الرفيه بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة وفق الجداول الموضحة واشارت المديرية الى عدد من الاجراءات خلال امتحانات الشهر ومنها تفعيل غياب الطلاب بكل دقة وان تكون الامتحانات موحدة على مستوى المدرسة وخلال اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة والجدير بالذكر ان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد قامت بارسال فكسات الى جميع الادارات التعليمية بتلك الجداول من المرحلة الابتدائية وحتى الثاني السانوي وقامت الكثير من المدارس فور اعلان هذا الفكس من المديرية التوزيع ونشر هذه الجداول للطلاب عبر صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة مع خالص ثمانياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق والتفاول دمتم دائما في رعاية الله وامنه وعنايته اشتركوا في القناة